السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم خالي الصلاح لو انت ملقى اشخاص اللي بيشتغلوا باللاب توب كتير جدا وبيتنقلوا به من مكان ل مكان فبتقابلك مشكلة وهو الشاحن بتاع اللاب توب النهاردة جبتلك حل سهل جدا وهو من شركة جيروم وهو عبارة عن الشاحن اللي انت شايفينه ده بيجي بموديل جي ار تي سي جي زيرو وان اللي بيماز الشاحن ده ان انت تقدر تشحم به تلات اجهزة تقدر تشحم به اللاب توب و به جهازين تانين معنى كده ان هو بيشحم معاك سريع جدا لجميع الموبايلات اللي بتدعم الشاحن السريع وبيشحم برضو اللاب في نفس الوقت ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف اهم المعيزات واهم المواصفات اللي موجودة في الشاحن اللي معانا النهاردة تابعوا معانا الفيديو للاخر بالنسبة للشاحن اللي معانا النهاردة بيجي موديل جي ار تي سي جي زيرو وان بيجي من شركة جيروم وبسرعة خمسة وستين وط لو هنرجع كده لمواصفات بتاعته المهمة جدا اللي احنا هنشرحها مع بعض بعد ما نشوف المنتج نفسه لو جينا بصينا كده على الشاحن نفسه فانا عايز اقول لك ان انا اتفاجئت بوزن الشاحن نفسه ووزنه تقيل جدا بصراحة تقريبا مية خمسة وعشرين جرام وانا اول مرة في حياتي امسك شاحن جداري يكون بالوزن التايل ده زي ما انش شافين كده فهو بيجي بسرعة خمسة وستين وط في نفس الوقت برضو هنا فايزر معنا منافذ الشحن منفذين شحن يو اس بي سي وبعد كده منفذ شحن يو اس بي ايه كلهم بيدعموا آآ الشحن السريع وهنفهمهم مع بعض دلوقتي خمسة وستين وط وفي منهم خمسة واربعين وط لما بتشغل اتنين مع بعض هنفهم آآ الطريقة بتاعتهم دلوقتي لو جينا اتكلمنا على الخامات فانا عايز اقول لك ان الخامات بتاعت شحن اللي معنا النهاردة فهو بيجي من بي سي فاير بروف يعني عايز اقول لك ان الماتيريال بتاعته قوي جدا مضادة للحرائق يعني بتستحمل درجات الحرارة العالية علشان انت هتقدر تشحم به تلات اجهزة مع بعض وبيشحن جميع الاجهزة اللي بتاعتهم الشحن السريع يعني هو ما توافق مع آآ يعني اجهزة سامسونج وهواوي والايفون برضو وتقدر تشحم منه اللابتوب ده اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي هنشوف الملحقات اللي بتيجي معاه هنا هيظر معاهنا كابل الشحن من الطرفين طيب سي زي ما انت شايفين كده واللي هو مكتوب على العلبة بتاعت الشحن بتاعه ان هو بيدعم ميت واط وانا بصراحة انا شايف ان الخامة بتاعته قوية جدا والخامة بتاعته امتازة جدا فانا اتوقع ان الشحن ده هيعيش معاك حتى لقدر الله لو الراس دي بازت فانا عايز اقول لك ان الشحن ده هيعيش معي نقطة مهمة جدا هنا لنحاول نشرحها مع بعض وهو سرعة الشحن زي ما انت شايفين كده فبيقولك ان انت لما بستخدم مخرج يو سي بي اي مع الطيب سي فهيتخرج لك بخمسة واربعين واط لو استخدمت يو سي بي اي مع اليو سي بي تو اللي هو طيب سي اتنين هيطلع لك لحد خمسة واشر واط لو استخدمت طيب سي واوان وطيب سي تو مع بعض هيطلع لك خمسة واربعين واط لو استخدمت يو سي بي مع الطيب سي وان وطيب سي تو هيتطلع لك خمسة واربعين واط لكل اه منفذ فيه ليس بالكامال يبتاحهم خمسة واربعين واط ف gramung 60 واط اسف اهه يعني تقدر تشحم به أكتر من جهازه هنجرب مع بعض دلوقتي DontonEats سريع يقول له غير متوافق. هنجرم مع بعض كده دلوقتي الشاحن ده. هنشوف هيقول لنا ايه بالزبط. زي ما شافين كده فهو مكتوب هنا. ودي كانت اول شاحن اجيب يكون مشغل دلوقتي يا جماعة احنا هنجرب نركب الشاحن ده مع اللابتوب. طبعا لازم تتأكد ان اللابتوب بتاعك بيدعم الشاحن عن طريق الطيب سي. وزي ما شافين كده دلوقتي فهو بيشحن معانا من خلال الشاحن اللي معانا النهاردة. في نفس الوقت برضه تقدر تستخدم معاه تشحن الموبايل بتاعك التاني. وتقدر تشحن جهاز تاته مسلا وليكن التابلت. ده كله من خلال الشاحن معانا النهاردة اللي هو من شركة جيروم جي ار تي سي جي زيرو وان. وبكده احنا صلنا نهاية الفيديو جماعة اتمنى يكون الفيديو يعجبكم. بخصوص السعر وخصوص اه تقدر تشيرينين فانا يساوي لكم تحت اللينكات لو حبيت تشتيروا المنتج ده من المتجر الرسمي من شركة جيروم. اتمنى يكون الفيديو عجبكو لو انت مهتم بالتقنية فانصحك ان انت تتبعين على الفيسبوك وانستجرام وتويتر. وتشترك على قناتنا في اليتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.